بعد خمسة أيام من توقيع النواب والدولات فقح ليزمة المصرف المركزي برعاية البعثة الأممية صادق مجلس النواب في جلسة الاثنين بالإجماع الاعتماد المحافظ ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعسي على أن يشكل مجلس إدارة خلال عشرة أيام وفق ما أعلنه النائب الثاني لرئيس المجلس رئيس مجلس النواب عقل الصالح أكد حضور مائة وثمانية عضاء من أصل مائة وثمانية وخمسين محققين النصاب القانوني وفق قوله وأشار إلى أنهم عالجوا أزمة المركزي التي تسبب فيها المجلس الرئاسي وثمنا موقف أضاء المجلس الأعلى للدولة حيث وافق مائة واثنى عشر عضوا منهم على اتفاق المركزي في المقابل أعلن محمد تكالا في رسالة موقعة من أكثر من مائة عضو من المجلس الأعلى للدولة وجهات للبعثة الأممية عن اعتماد الاتفاق بشأن تسمية محافظ المصرف المركزي ونائبه وشدد على ضرورة التقييد بنصوص الاتفاق واستكمال تكليف مجلس إدارة جديد خلال الآجال المحددة لذلك وفي مدة نقصها أسبوعان من تاريخ تسلم مهامه وبناء على نص الاتفاق يتولى محافظ المركزي ترشيح أعضاء مجلس إدارة جديد بالتشاور مع مجلس النواب ويجري تعيينهم وفقا للتشريعات الليبية النافذة والمعايير المفصلة في الاتفاق على أن تبقى عضوية وكيل وزارة المالية بمجلس إدارة المصرف معلقة الاتفاق الموقع بين النواب والدولة يحضر على المحافظ ونائبه ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة في غياب المجلس وإلغاء كل قرار يتعارض مع الاتفاق السياسي بينما تعمل الباثة الأممية مع جميع الأطراف المعنية على إلغاء القرارات والإجراءات التي تتعارض مع تنفيذ هذا الاتفاق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر